خلينا نروح كده لأخبارنا النهاردة محمود دونجا لعب نادي الزمالك بعد خروجه النهاردة للإصابة في بداية الشوت الثاني كده كده دونجا يعني بيقوله عنده إيقاف خد الإنزار الثالث النهاردة فكده كده مش هيلعب الموراة القادمة أمام النصر التعدين الزمالك هيلعب مع النصر التعدين يوم الجمعة الجاية إن شاء الله ونهاردة جاله كمان شد في العضلة الأمامية كابت محمد حلم النهاردة ما حضرش المؤتمر الصحفي وهيتم توقيع عقوبة مالية عشر تلاف جنيه حسب لوائح اتحاد الكورة مستشار مرتضى منصور بيقول أنا غير راضي عن الأداء أمام طلاقع الجيش كابتن اسماعيل يوسف بيقول الفوز على طلاقع الجيش أعاد الزمالك المنافسة على الدورة وده حقيقي طبعا فوز النهاردة خلى الزمالك يعني في حالة فوزه في المطشين المؤجلين يقرب من نادي الأهلي فارق ست نقاط لكن طبعا خلينا نشوف لسه الزمالك حلعب يوم ثلاثة مارس زي ما قلتلكم مع مصر المقصة هيكون مباراة قوية جدا ويوم سبعة مارس مع طلاقع الجيش مرة أخرى المباراة المؤجلة بقى الزمالك كمان عنده حرص الحدود يوم سبعة وعشرين فبراير اللي هو سبعة وعشرين فبراير أو عنده حرص الحدود في الكاس فضغط كبير قوي لنادي الزمالك الفترة القادمة يعني مفروض ماتش حرص الحدود يوم سبعة وعشرين يوم اللي اتنين النهاردة عشرين النهاردة اللي اتنين يعني كمان الزمالك حيلعب مع النصر التعدين يوم الجمعة اللي جاية في الدوري وبعدين يلعب مع حرص الحدود يوم اللي اتنين في كاسمص طبعا ضغط كبير جدا على الزمالك في الماتشاط فالله يكون فقوان اللعيبة والجهاز الفني طبعا الزمالك هيعمل جلسة مع محمود فتح الله لحلت أزمة مستحقاته للمحكمة الرياضية الدولية كانت حاكمت لمحمود فتح الله بالحصول على مستحقاته في نالي الزمالك القديمة وهي 6 مليون و600 ألف جنيه ده بالنسبة للزمالك مبروك للزمالك الفوز النهاردة وهارد لك لطلاع الجيش خلينا نروح للأهلي كابتن سيد عبد الحفيز بيقول للأهلي هيحسن ملف تجديد متعب وغالي بعد لقاء دجلة وطبعا هيبقى فيه فترة التوقف الدوري فترة كده عشان الماتشاط المؤجلة تتلعب والفرق المصرية هتشارك للأهلي والزمالك واسموحة والمصر فيه الدوري الأبطال والكونفيدرالية فهيبقى فيه فترة توقف للدوري كده هيتم حاسم فيها قصة متعب وانا عايز اقولكو خبر مؤكد عشان بس برضو محدش يطلع في الأهلي يقول لأ متعب ما كانش هيتجدد له فترة اللي جاية ما كانش هيتجدد لعماد متعب أنا بقول بعد هدف مبارح هدف المقاولين اللي أحرزه عماد متعب بعد 29 ثانية من نزوله في الشوت التاني الأهلي هيتجدد لعماد متعب الأهلي مازال يعني محتاج لعيب زي عماد متعب ممكن متعب مايلعبش مباراة من بداية لكن ليه وقته في المباراة وطبعا شوفنا متعب بعد نزوله مبارح هو اللي بسك كرة وتحرك وخد الكرة تاني يعني أنا شرحت الكرة تاني مبارح عايزه أشرحها تاني النهارده معلش عشان برضو الناس الليما تفرجون شعاليني من بارح تتفرجوا وزي عماد متعب بتحرق، وزي عماد متعب عنده حاست التهديف وزي عماد متعب بيتمركز، بصو الكرة مع أجياء ا اه عماد متعب استلم بصو عماد متعب بعيد خالص، لف تاني وراح لعيبها لأجياء على فكرة النهارده عماد متعب اه 34 سنة عيد ميلاد الله بصوا بقى متعب بتحرق فين عمال يبص للكورة يبص للكورة يبص للكورة وراح رايح عزيوة البعيد ان فيه حد واقف عزيوة القريبة اشي ايه عمل هالو الرجل عمل جامب وتحرك تحركات جانبية كده برجله طق جور اهلي كس بعد ما المبركة تماشية صفر صفر وكان خلاص ناقص ربع ساعة لنهاية المباراة ده عماد متى فيه الناس يا جماعة جواهة 18 مالهاش حل واحد زي عماد متى باس المرسي عمر زاكي حسام حسن فلافيو عبد الحليم علي عبد الحميد بسيوني محمد صلاح ابو جريشا فيه ناس جواهة 18 كابتل محمود الخطيب طبعا فيه ناس جواهة 18 مالهاش حل وزي ما قلتلكو يعني افضل طريقة اعماد يلعب فيها مع الاهل لما الاهل يلعب باثنين فرود يبقى هو الفرود التاني ده الوقت المناسب دايما اللي متعب ان هو يكون متواجد في الملع طيب النهاردة كان فيه تدريب للعيبة اللي ما لعبتش الماتش مبارح لعبت الاهل ما لعبتش كان النهاردة يعني تدريب بالاهل متواجد فيه صالح جمعة ومتعب وعمر جمال دول لعبوا مبارح فترة صغيرة محمد نجيب عمر بركات حسام غالي عمر السلية كلبالي رامي ربيع مصعد عوض باسم علي صابر رحيل حسين السيد عبدالله السعيد محمد الشنان وإحمد عبدالمنعم كل دول يعني ما لعبوش مبارح او اللي لعب فترة صغيرة زي متعب وزي صالح جمعة وزي عمر جمال اتمرانه برضو النهاردة مع الفريق اللعبة اللي شاركت مبارح بشكل كامل في المباراة كابتن حسام البدري رياحهم كابتن سيد عبدالحفيز قاعد مع صالح جمعة قال له صالح انت بدأت مبارح بس ما عملتش اللي كابتن حسام بدري يعني كان مستني منك ما زهرتش بالمستوى اللي احنا مستنيين وشدي حيلك شوية في الفترة القادمة دي كانت كلمات كابتن سيد عبدالحفيز النهاردة لصالح جمعة مروان محسن سافر النهاردة الصبح الى ألمانيا عشان يعمل عملية رباط الصليبي يوم الخميس الجاي مجلس دارة النادي الاهلي هجتمع لحسم ملف الشركات المتقدمة بعروض للحصول على حقوق خدمات بطاقات الجماهير اللي بتخلي الجماهير تسافر مع الاهلي الى أفريقيا في شركة كده جاية عايزة تنظم سفريات النادي الاهلي سفريات الجماهير عشان الجماهير توقازر النادي الاهلي في ماتشات أفريقيا فحيعملوا كده يعني زي اجتماع ويشوفوا العرض المقدم من الشركة دي عشان لو في حد من جماهير الاهلي عايزة سافر مع النادي الاهلي جنوب أفريقيا الماتش اللي جاي يسافر الاهلي انتوا عارفين هيلعب مع فريق بيتفست بطل جنوب أفريقي والزمالك حيلعب مع فريق إنوجو رينجرز أو إنوجو رينجرز بطل نيجيريا المصر حيلعب مع فريق جوليبا بطل مالي في الكونفيدرالية حرص الحدود حيلعب مع فريق أولينزي ستارز بطل كينيا الزمالك حدد يوم 12 مارس مباراة الزمالك هنا في مصر مع إنوجو رينجرز والأهل حدد 11 مارس عشان يواجه بيتفست موقع الاتحاد الدولي الكورت القدم الفيفا بعت تهنئة لإعماد متعب بسبب النهاردة عيد ميلاده الـ 34 النهاردة كان يعني ما تكتبوش الخبر ده بس أنا هقوله كده يعني طبعا النهاردة كان في حكم المحكمة في بورسعيد رفض الطعن المقدم في المحاكمات في عشرة النهاردة خدوا إعدام وفي حوالي 6 خدوا سجن مؤبد يعني في وفي عشرين واحد خد براءة يعني الأحكام النهاردة المحكمة أيدت حكمها ورفض الطعن المقدم من 21 متهم في طبعا موضوع بتاع بورسعيد مش عايزين يعني نتكلم فيه تاني وخلاص المحكمة اتكلمت وقالت كلمتها فخلاص احنا مع الأحكام القضائية طبعا وراء الأحكام وخلينا بقى نقفل الملف ده خلاص المحكمة عملت يعني كل حاجة واحنا ما بنفهمش في القانون كان فيه مستندات وفيه أدلة وفيه كذا وكذا وكذا فربنا يرحم طبعا اللي توفه والشباب اللي احنا فقدناهم سواء شباب النادي الأهلي أو شباب النادي المصري الأحداث المؤسفة اللي أنا دايما يعني مش عايز أتكلم عليها تاني لكن النهاردة كان حكم محكمة بتأييد حكم المحكمة السابق ورفض الطعن المقدم من 21 متهم ترجمة نانسي قنع